يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحماية كل الخضروات والأزهار والأشجار التي أزرع لحمايتها من الأمراض والحشرات والفطريات أرشها بهذا المسحوق القوي المفعول الرخيص الثمن والذي سيخلصك وللأبد من مشاكل النبات مسحوق متوفر في الأسواق ومحلات العطارة وبتمن جد مناسب مثلا هذا الكيس اشتريته فقط بعشرون درهم مغربي أي تقريبا ستون جنيه مصري أي سبعة ريالات سعودي يعني ثمن رخيص جدا وأعدك أنك عندما ستجربه لن تستطيع أبدا التخلي عنه لن نطيل ولنبدأ على بركة الله أتحدث طبعا عن الكيبريت وكلكم تعرفونه الكيبريت أقوى مبيض حشري وفطري وقائي يعني إذا كنت تزرع أي شيء وتخاف عليه من الحشرات والفطريات خد الكيبريت ورش نباتاتك كلها بهذه الطريقة أي بالتعفير وصدقني لن ترى أبدا لا إصابات بكتيرية ولا عناكب ولا أي مشاك هل هو آمن على صحة الإنسان؟ طبعا نعم أنا الآن أستعمله للبقدونس ويمكنني بعدها أو بعد جني البقدونس غسله جيدا ثم أكله بكل أمان ببساطة لأنه مبيض غير جهازي أي لا يدخل مع عصارة النبات يعني صديقي الكريم بذرة تقول لكم الكيبريت آمن على صحتكم وصحتكم تهمونة إذا تعبت من مشاكل ألمن والذباب البيضة والبياض الدقيقي والديدان والعناكب وغيرها الكيبريت أقوى طارد ومنفر لها ليس فقط محاربة الحشرات بل أيضا الكيبريت مغدي للنبات لاحتوائه على عنصر الكيبريت وهو عنصر مهم بنفس درجة النتروجين أي تحتاجه نبتة ويجب أن تعلم أن نقص الكيبريت يؤدي لسفرار الأوراق الصغيرة في نبتتك أصدقائي والله العظيم فيه منافع كثيرة وكثيرة وأهمها أنه محسن للتربة ويساعدها على ضبط تركيز درجة الحموضة وهذا يعني أنه يساعد جدر النبات على امتصاص الأسمدة والعناصر المغذية من التربة أصدقائي ركزوا جيدا سواء في الشتاء أو الصيف الكيبريت يجعل النبات أكثر مقاومة لكل الظروف الصعبة من حرارة وبروية وأنا أصدقائي لا أتخلى أبدا عن الكيبريت وخصوصا في فصل الشتاء بعد استعمال الكيبريت ستلاحظون أن الأوراق أصبحت خشنة وقوية وأن النبات أصبح أكثر قوة ومقاومة للأمراض وإذا كنت تزرع نباتات مثمرة فستلاحظ أنه سيزيد ويسرع نطج الثمار لذلك كان أجدادنا منذ القدم يستعملون الكيبريت ولا يعرفون أبدا لا مبيدات ولا أسمدة كيميائية الكيبريت الزراعي لا يذوب في الماء بعكس الكيبريت الميكروني الذي يخلط بالماء ويستعمل رشا وهو خيار مهم إذا كنت تهتم فقط بنباتات التزيين المنزلي أي النباتات الداخلية ومقدار الاستعمال هو 2.5 جرام لكل واحد لتر ماء عند استعمال الكيبريت يرجى الحذر لأنه يمكن أن يهيج الجد ويديق التنفس لم ننتهي بعد وإليك هذه المعلومة السريعة الكيبريت يأتي في المركز الثالث في جسم الإنسان بعد مادني الكالسيوم والفوسفور يعني عنصر جد مهم للإنسان وللنبات أصدقائي التمثيل الضوئي امتصاص النيتروجين جودة مضاق المحاصيل الزراعية القضاء على الحشرات والفطريات إصفرار الأوراق قاعدية التربة هذه أصدقائي كلها مشاكل نعاني منها مع النبات والكيبريت سيخلصك نهائيا من هذه المشاكل وأنا أستغرب لماذا يتجاهل المزارعون هذا الكنز هذا سؤال الحلقة ولدي سؤال آخر هذه أعواد الثقاب كلكم تعرفونها والسؤال ما هي المادة التي يتكون منها رأس عود الكيبريت والتي تحترق اكتب جوابك في تعليق شكر خاص لداعمي القناة ولكل المتابعين الذين يثقون فينا ويدعموننا مع تحيات أخوكم توفيق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر